صباح الجوافة، روّع يا برينجي أنا تطردني من محاضرة أنا حبطلها الشيولانا دي خالص والوقت تامر عليا من نعمك وحصينا تامر إيه يا رجل وكلام فضي إيه روّع دماغك هاي جوهي أنت امتي هو مدلوق عليا ملوخية ولا حدا ما لها مصرعه خضر كده ليه بكرة تتبل وتسفر تسفر؟ سدق هيس من أنا حبيتك انت ابن حلالة ضبور وانت حبيبي السجرة ده ضبور دي مش سجرة ما لها ده ضبور؟ دي خبور تديني خبور يا ضبور كتكنيلة مزاكل زي الإشطة لا 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 يا مورغن دي طبع عودي عودي يا ابني؟ مع انت مين؟ مع انت مين برضو؟ جايز لخبور يا ضبور دن بابا 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 ايه؟ دمت اللي بابا؟ حضرتك ماء انتم واختك ماء انتمة وانا ولا ادرب حاجة بابا ده خلينا اشرح لك بس مين دي؟ دي نورهان البيت دي شفتها قبل كده بتورس وارعاس الحلانة في كليب لا دي نورهان صاحبتي الأنتيمة انتوا جين تقدموا لا جين تتعلموا دي لا جامعة ولا تعليم ولا اي حاجة باكل واحد يزنق اللي بيت على الترابيز واللي في مدرب يقول لك ماء انتم بقيت عنت ما هي؟ مين ده يا اخواننا؟ انت بقيت اللي عربت ليه؟ اين امرك امعان؟ ده قول له امر الرجل ده؟ امر ايه عمد احنا نقطعه هنا؟ ده قام عليه يا كوكو ده ابويا ابوك ابوكي بايقب احترامه republic انا معترم غزف إعنك وعن اهلب لا يا أه Haven't you yet شحبه تاقوي تاقوي با meget بيوتف اما ليه انت بورجي العزراق هنجد من اولها يا استاذ مورجان في شكوى مقدمة ضدك من الطالب تامر عبد الله تامر شاكين انا ده حتى يبقى حرام يعني الشكوى اللي متقدمة فيك مش بصفتك وليه امر انما بصفتك زميل تامر وعلياء انت اهنت تامر و اهنت علياء والكلام والحاجات اللي عملتها دي مايصاحش تتعمل في الحرم الجامعي يعني عايزان اشوفه بقى انت مع بنت واسكت يا ممكن حضرتك جرحت مشاعري والله ايه ايه وممكن كمان يرفع عليك قضية التعويض بسبب الاضرار النفسية لسببته له قدام زميله بس انا بقى اخناعت ويجي ويعد معاك وتتكلم طب والاخ تامر المجروح عايز مني ايه بالزبط يعني تعتزله اعتزله وانا شافه بقى انت مع بنت وقدام عيني تحاجة عبيبة والله مش فاهمة مشاعر تامر تجاه علياء مشاعر زميل بيقدرها وبيحترامها وبيحبها ولما هو بيحبها ما تقدمش ليه ما دخلش ليه من الباب يورو انفاصبل مين همش بيحبها الحب ده هم اللي بيحبها حب ايه يا انقل علياء دي انتمتي اعترا في الوقت ده ما انتم مع علياء يا ابني تردى ان انا انتم معمد لو كانت مامي مش ما انتمة انا عن نفسي ما عنديش مانع بس يا انقل في النهاية ده قررها هي التربية والاخلاق اهم مليون مرة من التفوق العلمي مظبوط حضر رضاك بس هم ما اجرموش يعني لا يعيب الطالب او الطالبة انهم في قليل الاحيان يانتموا مع بعض برضو ماشي حقكو علي انا غلطا دماغك يا ابنة بس يا مش جامعة ده كباريه يرديك اللي بيحصل ده اخ محمود لازم تعرف اخ مرجان ان الساكت عن الحق شيطان اخرس وانت لن تسكت عن هذا الفجور ونحن جميعا ورائك لنطهر الجامعة من الفساج والرازيلة الهال مصحبين اخ محمود مصحبين يعني يا اخ مرجان ما انت مين اعوذ بالله من غضب الله يا اخ مرجان انا بدعوك للانضمام الى اسرة نور الحق لنكون معا الجبهة ضد الانحلال والتسيب انا معاكو الخبور اخرس يا فاجر يا منحل يا سافل يا عدو الله مرجان احب اقدملكم الاخ مرجان احمد مرجان عضو جديد معانا في اسرة نور الحق السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الا اخت بكينام زميلة معنا في الكلية وعضوه هنا في الاسرة وعرفت زي انها الاخت بكينام اا الاخت بكينام بتدي دروس دينية لهداية الطلبات في الجامعة اللهم ارضى عليك اللهم ارضى عليك اخت بكينام إنما أخي محمود إيه النشاطات اللي بتعملها أصبت نور الحق بالظبط يعني لا لا أنشيطة كتير والحمد لله يعني إحنا مثلا بننظم رحلات ترفيهية للطلبة حلو حلو قوي لزيارة أضرحة أولياء الله الصالحين الله هو أكبر وبنقيم مسابقات بين الطلبة جميل في حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف لا حول على قوة إلا بالله وأخيرا يا أخي مرجان أصدرنا جريدة نور الحق بالجهود الذاتية طب والأخلاق يا أخي محمود لأخلاق وديك شاك منظر اللي بنات في الجامعة عملي إزاي الملوزات في الطالة والمنظرونات في النازل لا حل سوى الزواج يا أخي مرجان فالزواج يصون الفتى والفتى من الوقوع في المعصية ألا يتجوز إزاي وهم لسه بتعلموا أهليهم بتصرف عليهم يا أخي مرجان إن زواج المسلم والمسلمة ليس في حاجة إلى حفلات صاخبة يعني يتجوزوا في السر من الزواج في السر أهونوا بكثير من الفضيحة في العالم آه عرف يعني حلال 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 يعني إنتو برضو مأنتمين ودي تفرق إيه سلام عليكم أولادي فين فين ولاية يا دكتورة إيه دا إنك زياد اقتحل البيت مش فيه اقتحل إيه دا لكسر البيت دا فو دماغي يلا توقيع البيت على آخر الزواج اللي مش عرف رأي بيك ويلا على البيت من فضلك بنتعاش هنا دا بيت مختلف ويلا نعرف ليه أولادي بعد جدا أنا خلاص سيب تشغلوا كل واحد توبوا في الجامعة أبا كيف أخي إنت ايه يلا توقيع البيت يلا خلاص اللي يغمي لو كنت عاشي فيها خمسة من الهلاء وراح مفيش فلوس ولا عربيات ولا موبايلات وإزا كانت الجامعة معرفيتش تربيك وأنا عربيكو مستعرين مني وإنتا تحروا بلد وأنا كنت موديكم جامعة عشان تتعلموا ولا عشان تأنتبوا وإسيبوا البيت وتنسوا يا كلاب تتعمل إيه هنا؟ أنا هنا عشان الفالنتينز دي يا أونكل ما عدناش حد بالإسم ده ده عيدة تحبي يا أونكل وجاية تحبي مين هنا إن شاء الله أنا جاي بدي أبدوب دالعليا يريد تطلع لها حضرتك وتقول لها تامر عايزك آه تطلع لها وقول لها تامر عايزك أطلع لها لأ إنت قلتلي اسمه إيه ده؟ دابدوب يا أونكل آه آي-آي-آي يا رحي أمودا 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 باب 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 الله الله ايه عارف لمشونتك بتكلم عليها تاني اعطاها هلو يا مورجا ما تيجد فروة ديشيه وتلايط اندي في مطورة نسوان ضربت في المكان طب انا شوية كده وجايلكم بابا نعم كنا عايزين نتكلم مع حضرتك شوي انا مش فاضي انا خارج خارج راح فينا يا بابا دلوقتي انا عزكلم مع راح الصحبي